السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اكثر اكثر في الفيديو الاول كان ماجد ضد الوجيه هالمرة زودنا في النقاط تقريبا قبل كانت عشرين هالمرة صارت ستة ثلاثين عندنا خاصيتين خاصية الدبل دبل سؤال معين عدد نقاط معين وايضا ثاني سؤال خاصية تغيير السؤال اذا واحد ما عرف للسؤال يبي يغيره فيقدر يغيره بكل بساطة ثالثا الخاصية هذه اللي بتكون في المقاطع القادمة هي منكم انتم خاصية الجمهور فاكتب لي تكفي طريقات خاصية الجمهور واكثر تعليق عليه لايك ان شاء الله بيأخذ او بيكون موجود في الفيديو تمام؟ خمس جولات نحنا معتعدين عليه لكن قبل ما نبدأ أعطيني عدد اللايكات اللي يتبوه يريتو أنا عشر تالاف فقط بس بالمعقول لا تروح اه عشر تالاف عشر تالاف اوكي ابراهيم انت تبي معقول ها؟ معقول اي 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 انا برح مع سابعة 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 حلوين سابعة سابعة انا نرقام المخضى نفس ما اظني ناصر عند 14 سابعة فعموما ها ندون ادري عنك اشكد انا خدت لك سبعة تماما قال ممدالس لك نشروا اشتراك تويزر تبهات فنبدأ هاجي ميمو شوكا نبدأ مع اول سؤال او اول جولة جولة المعتادين عليها انتم يا جماعة كتابة السيناريو ف بنبدأ اول مع اول سيناريو السيناريو بيكون داخل مكان معينة به عشان يكون نفس السيناريو ما كن في اختلاف داخل سفينة حربية او عفوا داخل سفينة بحرية تقدر تحطها سفينة بحرية حق الجيش تقدر تحطها حق سياحية انت وراحتك خامس دقائق لكل واحد منكم عشان يكتب السيناريو ببدأ بالتايمينج تايمينج لا اوه تايمينج تايمينج بدا جملة جملتين ثلاثة ولا كم؟ اكبر احتى كنت واثق انك بتفوز بجملتين ثلاثة هذا الشي راجع لك تابي سطور عديدة يعني اذكر وجيه مشوي سبع سطور ابراهيم كيف ابراهيم ما لك منني انتو انا عملك اكتب لي تابي خلال تحدي أربع سطور انا يمكن اكتب سطر واحد انا فنان ترى خلال سطر واحد قل لي عشان نحن نحطها في الشي اسمر انا ما بعد اجي لها ايش السيناريا هذا اللي بتكتبها فصطر انا انا مو دهاري الصدق والله جي بي تي بي فهم علي و ما عليك دي عارف انها قصة عميقة بيقول ووووه ايش القصة العميقة هذي اللي اكتبها اريد انت اليفنا يا فوكس اه طبعا تقدر تزرف من سلسلاته بس انا حبيت اقول عشان ابراهيم ما يزرف يقول بحرية سفينة بحري حكثم بيس ويتلخفط يعني يا هاي هههه يقول صطر واحد يقول لانắtر صجر واحد اWOO اوووووووووووووووووووووووووووووو واوووووووووووووووÜ �ي مiovascular애 الỏi ووووص اourcesوق في الساقنة اوووووووووو شÖ احتيار اوووو ناووووووووووووووووووووووووووووووووو nemys34 وانتمو مخلص السيناريو بترسله طبعا بعاطيكم فرصة التدبيل اذا ودكم لانا بتكون 6 نقاط اذا انتم مواثقين يعني من من سيناريو حقكم قبل ما نرسل السيناريو هجاء جي بي تي والله قد تللي شي هد مش طبيعي لكن قلت عشان ترشو عشان جي بي تي قلت ممم هذا عميق هذا يفوز انا ترقع عكسو عشان لفوز مش عشان مني انا وسيكون واحد كتف في القليل سيناريو بالعربي يا جماعة لا 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 بالعربي لا لا بالعربي اقل 30 ثانية جماعة 30 ثانية لك كل اي اوك ولو موقع لك اشان ما نعطي ابراهيم شسمه فكرة خلاص سريع ساطر 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 انا ساطر انا نروح لابراهيم اوكي هذا هو شايفين كيف الشسمه انا اخطأ الملية ما ينسل عنها شباب انا قاعد اكتب ما راجعت لا او مشكلة مو مشكلة مو مشكلة ما احد بينكم يبي دبل صح؟ لا 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 ما اثق في السيناريو حق لا 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 ما اثق في السيناريو حق ثلاث نقاط ثلاث نقاط خلاص ما هد يبي دبل السيناريو الاول يقول كل سفينة بحرية في العالم يوجد لديها سر عميق هو انه في داخلها معبر لالكائنات الفضائية وتستطيع العبور منها والوصول للارض على هيئة بشر سيفينة بشر سيفينة قراصنة نعبد انا بلية عديل ايه هيئة بشر سيفينة قراصنة سيفينة قراصنة سيفينة قراصنة سيفينة قراصنة اسمه بو خليل النائب تابعه يكون ماجد لنا يا رفيحامنس الطباخ محمد نعامي والمقاتل هوا راشد الدوسري القوة العضلية والموسيقار حمدريماني نطلع في رحلة لحسادة قراصنة إيريدو واريتو الإطاقة المضعيف انتقام المره الماضي في قناة فوكس وتم هزيمته بكل سؤالة لنا بالله كان في السناريو أوكي لا تفعل عليه ولا لا السيناريو مواضح انت السيناريو انت كوم بيسي كل واحد الوقتر بيسي ونها لا يدخل لا يدخل لا يدخل مكسفين اوكي نعدل بس مقاطد الاختر الملاي عندنا بالهبل مو مشكلة من التوتر موسيقار احمد اليماني نطلب على الحصائد قراصة ايريتو وطاقة مظايفة تقام المرحة مجتمع هذيبت وكل سوء نرى نرى وهو يقرر اول شخص اختار السيناريو الاول حيث كل سفينة بحرية تكون معبر كنات فضائل يمكنكم وصول الارض بشكل بشري هذا يبدو كان يرتح عفاقا جديدا للتشويق والاستكشاف ويمكن ان يسفر عن تطورات متيرة ولقات غير متهق اول ثلاث دقات تروح ل ايريتو نعم 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 بسم الله ايريتو ايرييتو ارسل نفس الشيء بازو اتصدر انا ممكن شوية صدر صدر لانه انا ما كدر عن صدر باقي ثلاثين ثانية ابراهيم يعني لازم تعجل تمنا ان تكون حقيقت ابراهيم القوي علشان كو بيديا نافص يعني ثانية عشر ثواني اوكي ابراهيم خلص نسكر نسكر هاي عاد هالمرة المرة هذي مبدع ابراهيم واضحة شغل شغل غمست ودخلت نروح على السيناريان سيناريا سيناريا الاول في جزيرة معزولة لا يعلم عنها احد غير انها معزولة ولكن سر الجزيرة اكبر ما شاء الله على اسرار اكبر من انها فقط مجرد جزيرة معزولة بعد دخول اقوى جيش في الارض الى جزيرة لم يعد منها غير شخص واحد اصبح مجنونا وشهد على ان الجزيرة ليست منعلم سيناريا الثاني طب هذي اظهر حق اكسنتر اكسنتر لا 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 سيناريا يتجمع فيها مجموعة من الاشخاص بعدما صحوا لقوا نفسهم في الجزيرة اخر شي تذكرونه انه كانوا في رحلة سفينة وغرقة السفينة بعدما تاهوا بالبحر تبدأ القصة كيف نعيش في جزيرة ما فيها معزولة عن العالم ويستلم القائد الاكثر عقلانية ويبدأ بيوزع المهام ويقسم الفرق حيث يكون البعض للقيد والبعض للصف صيد ويبدأ كل حسب الامكانياته والصعوبة تبدأ يوم يكتشف احدهم ان في مخبأ سري بالغابة الى اين يؤدي يتبالي الجزء الثاني اوكي حلوة حقت الجزء الثاني ما في وقت كافي خيال لسه عدل اخطاء ترافق كثير عندي بالجملة لا لا موش نشوف تجيبتي وفضل السيناريو الثاني حيث يبدون يتيحي شخصيات التفاعل وتكيف مع الظروف الصعبة كيف يمكن تطفير قصة اكثر اوكي امراهيل تتطفى تعادل تعادل تتطيف ثلاثة ثلاثة الثلاثة من المرة نذهب هل تتعلم بشكل صحيح؟ هل تتعلم بشكل صحيح؟ يجب أن تقوم بشكل صحيح؟ أولاً، والآن! هل تحضر جداً من جديد الشيح؟ أم لا تقوم بشكل صحيح؟ سألتك الطبيب الخارج Press 3.5 فهناك العبادة في كل مقرر هؤلاء المنطقة هي المقرر غباء شات جي بي تي مرات لأنه مرات تجيب إجابة يعني ما هي غلط بس إجابة تضحك يعني أنت أنا أنا مفرض أن أجيب الإجابة الغلط لا لا أنت أجيب الإجابة صح اجيب الإجابة صح بس إذا نظحك للجمهور بس إجابة جي بي تي مرات أعطيني سؤالين على الأنمي عامة سؤال أول ما قلت لإريتو ما هو أنمي الذي يعتبر فتح شجاع نارتو أحد أبطالة فتح ناروتو؟ يعني أنمي ناروتو؟ ما فهمت السؤال هذا؟ ما هل تشرح؟ السؤال واضح جداً جداً سؤال واضح ما هو أنمي الذي يعتبر فتح شجاع نارتو أحد أبطالة؟ يعني أوضح من كده وأسن من كده ما في أنا أبطالة عندك إجابة صح؟ لا 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 تقولها أقولها بعدما سؤال الثاني سؤال الثاني في أي أنم يمتلك البطر رئيسي قوة الطيران والتحول إلى تنين؟ هذا شوي السؤال أصعب سرغا حتنين يتحول تنين؟ قوة الطيران والتحول إلى التنين أظنني عرفتها؟ لأنني فتحها هناك أحد أبطالة احد ابطال اجابتك ايش والله باحط وقت خمسة ثلاثة مين واحد اجابتك اي لا عطني اجابتك ايش اجابتك ايش اسم الانمي ايش اسم الانمي اي�� trước ايانا ط least اه odd لا اخذ انا اخذ اخذ لقد تخيف من المسجد فعلاً لا مشكلة لا مشكلة لا مشكلة لا مشكلة لا مشكلة إبراهيم نختار بين اثنين بس اذهب مع أربعة نرى نرى انت حرف عرياً تلحية طبعا اثنين لكم غلط الاجابة نارتو فاير فورس فاير فورس تنين سير تنين غلط 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 انا بحث اشوف قلت لكم كيف انا اتجاتي بتي مرتي غلط بس انا بحثها على ان فيريتيل حتى فيريتيل غلط فيريتيل ما يصير تنين ناتسو وقاتل تنين بس ما يتتحول تنين ولا مرة تتحول تنين لا انتو شفتو اخر شي صحي طور التنين فسنا ما يطير لكن ما يطير شفتو اخر شي ولا لا 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 حتى ان اعظو بيطير شفنا ايه وشفنا اخر حلق حلاص تتعرفون ايش تتعرفون ايش نعيد السؤالين على العلمي عشان الحق صح والله ايه الحق لي انا مبلغه وهو سهل بس يلا والله رضيب ولكن كثير من ان السهل شو كيف عقد مخي فاي عام بدأ عرض الانمي الشهير يا اريتو وبنفس السؤال الثاني لابراهيم هول عنوان الكامل الانمي الشهير فاير فورس اثنينكم لكم نص ثانية للتفكير انا انا خلص وابي على طول اكتب انا اكتب حق ليش هو سهلة 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 وان سؤالي صعب أوه. أعطني إجابتك إيريتو أي سنة إبراهيم فاير فورس الإجابة اسمه إمباكت مدر إيش خرابيط مدر إيش اللي 2002 صح صح 2002 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 إبراهيم فاير فورس فاير فورس إبراهيم آه يا إيريتو يا جيب العيد الآن عن الرياضة عاد الرياضة هو شوي صعب أظن صعب فيها فالله يعينكم سؤال أول وهو رقم قياس الحالي القفز بزانة في إياضة القفز بزانة للرجال السؤال الثاني أين أقيمت أول دورة تلعاب الأولمبية حديثة لإبراهيم؟ كل واحد مفر ثانية لا أنا أهبد دقيقة تغير تقدر تغير سيقدر تغير حسنا إبراهيم أنا أهبد ولكن لا لا لأ أستطيعها هل تبقى لفوق الجاوب؟ اوكي ريتو جاو اوكي بجاو بسالي اوكي بجاو بسالي ايش بزانة 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 اوكي اوكي خمسة عشرة متعة اجدع رقم قياسي وقت ثمانية 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 متر اوكي ثمانية ثمانية أولا صح امتار غرب هاوatti قربت لكoid 6 هم ركزي ايه لا 6 هم استعمل اوكي اليني يو الايران يقولw انا شرفني كبير صفر 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 حبيبي ما هجاب ولا نقطة أخذها وبكل استحقاق ولا هجاب منكم نروح للمعلومات العامة عن المعلومات العامة والله حق لاني ميازين لكيف إبراهيم؟ العامة عامة ما يشي عامة عامة عشان يعطينا شسمة أوكي سؤال الأول لإيريتو السؤال الثاني لإبراهيم البيان فإلا السوف الأغريق إذا كانت ميذة اللي أرصت واحد أشرف آسف في التاريخ والله يا إبراهيم والله أنا آسف لك الصدق أنا ما لي دخل يا ابوي أنا بالمرأ الجاي سؤال الأول مرأ أخذ أنا مره هو ياخذ سلاصة ميلا خير آخي مستقعد البرنامج يا أخي ما يحتاج تفكر يا مسلم يالله فرثين ثانية مدت اه بدل انا اسم يا براي مو مشكلة او تم تغير الصور عندك خاصية تغير الصور يعني ولا موش هنا تساعد ذبو نقطة ما يسوأ خلني اغضط فيه واحد بده من هو الفيلسوف الاغريق الذي كان ترميد اسطورة واحد جهنشن لا بسته في التاريخ انا خلني اعرف الاسطور عشان عارف عن الترميد خلص الوقت يا جماعة اهبد يا ريد واهبد انا اخترت بين اثنين الحين اختر واحدة منهم مخلص gefunden اوه ااام اوه خمسة أربعة ثلاثة من الفلاسفة في حياتنا انا اشتاين ايشتاين مين والناس ايشتاين عالم مو فيلسوف ايشتاين عالم مو فيلسوف روسيا روسيا والكسندر الثالث من مقدونيا كان التلميذ اللي ارصوا مأشهر فلاسفة في التاريخ والله هنه سؤاله سهل وسؤاله سهل رح يقول لي مكسيك بشكلك مرة ثانية صفر 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 عطني السؤال اول انا حل يا فوكس عمر انا صرح اطار السؤال اول لك عشان الحقاقين المرة العاب العاب عامة سؤالين العاب عامة اول سؤال يروح لبراهيم ثاني سؤال يروح ليريتو ما هو اسم اللابة التي يمكن اللابين فيها تنفس على الانترنت بعض من بعض في بناء هياكل البقاء على قيد سؤال سؤال السؤال الثاني اسم اللابة الشي لا تجمع بالعاصر رعب البقاء على قيد الحياة وتعيد على اللعبين البقاء في عالم مليب الزود حديات والله سهلين انتين سهلين اللعب اللول انا اقول فورتنايت روح اللعب الثاني زومبي زومبي كده في زومبي فيها زومبي 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 اوكي زومبي اوكي رجال حتى انا اتوقع فورتنايت رزين تيفل لقد ذهت انتبتتت روح لابراهيم ولله قلت لك يا رزين تيفل قبل حتى عنا انتبتتت روح لابراهيم 1-0 مرة اخرى انا بيه سهل انتهت لوح داني لا واضحة لوح للمسؤال , شواري في اي عام تم اصدار فيلم العودة الى المستقبل يا ايرتو سولي ثاني ابراهيم اسم المسلسل الشهير الذي يتحدث في عائلة عن عائلة تعيش في بلدة صغيرة تدعى سبرينج فيد شكلكم ما تعرفون ولا واحد منه ما لي ما لي انا حقه العام بتقدر تهبد 2003 شوف 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 بكون يعني ناس ما يقولون مش عادل معك بكون يعني مو قاسي معك اقرب خمس سنوات للسنة الاصلية يعني اذا اجبتك قريب خمس سنوات بعطيك النقطة اوكي 2003 اوكي 2003 اوكي ابراهيم خلص الوقت خمسة اسم المسلسل اسم المسلسل اوكي 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 The Simpsons The Simpsons اوكي 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 ماطنة تسرين اوكي اوكي لا اوكي اوكي Hu start here و لا اوكي بترجمة ترجمة في الجولة الثالثة حاجة اختراها الشخصيات يمكنكم التعوضون نحن نختر على الشخصيات الآن حاجة الشخصيات بأعطيكم كل واحد خمس دقائق أعطيكم شخصيتين بقوة معينة أنا طبعا أريد الاختار بيننا وأعطيها اللي تشجبتي عشان يختار بينكم كل واحد شخصيتين نبدأ بشخصية بشخصية الشخصية اللي أبيها ركز معي تكون عندها قدرة البرق قدرة البرق إذا أنتم شايفين One Piece نفس إنل وقادرة على الانتقال الآن مرة ثانية قدرة لديها عنصر البرق وقادرة على الانتقال الآن عاد بقولها مرة ثانية للجمهور أحطها في عالم إنمي معين ولا كيف لا أنت زيد لها قوة زيد لها قوة بس القوة الأساسية اللي يكون عندها أكتب قواتها الأساسية لديها عنصر البرق ويمكنها الانتقال الآن بإضافة لديها قوات كذا 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 بس شرط وحيد ما تقدر تقتل خصمها بضربة واحدة هذا الشرط قعد أبحر كيفكم أسمع يعني مثلا أقدر أضيف قوة يعني أقول أيضا عنده مثلا قوة نارية اي اي تقدر تضيف قوات اي اي يمديك بس نفس ما قلت قوة الوحيدة اللي ما أبي تضيفها انه يقدر هي يزم خصم الضربة صلي أرغي يا ولد أنا قاعد أكتب سيناريو وحس موبو شخصية 20 ثاني يا جماعة خلاص كفاهي تضيفون قدرات أخوة 7탄 سوي انتر ممكنت قدراتها بس لأني أنا إنسان منطقي مش هبيت هاي عم يهبي أحب بالمنطق و بكاء أحب منطقي شخصية اولىtheft orient حيث أنا قادر على استخدام البرق كقدرة أساسية وانتقال آني ويشترط أن يكون شاف المكان الذي يقدر ينتقل له ولو مرة يزور ماكن كل يوم ليزيد من المسافات التي يقدر ينتقل بها وأيضاً هو قادر عزيمة العداء بفضل دمج التقنيات التي عندها أما الشخصية الثانية شخصية إيرتو يعني هي قوة الأساسية لي شخصية هي البرق والانتقال الآني ولكن يمتلك أيضاً قوة المطاطة الذي يعتبر مضاد لقوة البرق وأيضاً يستطيع شق الزمن الفضائي وتحكم في زمن ووف ووف وتحكم بدباغ العداء فقط بنظر إلي وأيضاً لديه قوة يخفي جسده وقت الضرورة ولا يستطيع لمس أحد ووقت تفعيل هذه القوة ما أعدلت الضرورة لا لعمل السابقة أفضل كل الشخصية مجوفة إجابة كما يضعني مطاط فقط بمسح لننا يكوز في الجيفجي هذا يقول صعب اتخاذ القرار لأنه ليس قدرات فريدة وقوية ولكن اغتيار ما يمكنني انتقال بسيطة للشخصية الأولى لقدرة عندما تنتقنيات البرقية واستخدامها بشكل فعال اللي هي شخصية إبراهيم المنطق ينتظر المنطق ينتظر كيم يهتم بن tú خلق منطق جيد خلق سبي werk ما تكيد ما تكون طبي hoodie عزيز اسم نوع عزيز 진ران الهبد عزيز 4 Anno منظري Re Be情 UNÓ إبراهيم عفواً Mus衷 sen As- sexual اشتركوا في القناة أربع نقاط أربع نقاط أربع نقاط خلاص خدها أول شيء إبراهيم لا السؤال على الحين لو ما قدت تأخذ الأربع نقاط تروح الدبل خاصية على فاضي ايه خليها 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 اوكي اريتو اريتو بيعرق في السابة اللي عارفها ايه الهم بيعرق الهين خلاص اريتو اه بتبيها ولا لا اريتو لا 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 ما نريد دبل ولا شيء اوكي 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 شكرا لكم فينكم حطيها لآخر جولة المهم الشخصية الثانية القدرة الثانية او القوة الثانية الاساسية اللي بيكم تكتبوها قدرة البرق او عفوا الضلال و الظلام الضلال و الظلام قدرة الاساسية ومرة ثانية لا يمكنك هزيمة شخصيتك او شخصيتك او شخصية ثانية بضربة واحدة ابدعوا كنصيح مرات البساطة تحكم هذا الشيء لاحظت بخلال الفيديوين ذولي الفيديو هذا والفيديو الماضي ايه من السؤال الى حين انا اضع الكثرة انا انا على البالي جي بي تي يبع معلمات زيادة بس خلاص لا بس مرات انا قلت لك مرات مرات يحبون الفلسفة يحب الفلسفة جي بي تي مرات كمية حنكة كمية حنكة روح ولا تراجع ولا راجع ولا شيء مرجس صعبة صعبة ايه ابراهيم ارسل الصعبة صعبة ايه ابراهيم صعبة صعبة مو انت اللي تحكم حبيبي اه 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 الظلام الابدي الشخصية الاولى شخصية ايريتو البطل لديه قدرة الظلام و الظلال بحيث انه يستطيع تحكم بكل ظلال العالم و الظلام الموجود في العالم والبطل تدرب سنوات على هذه القوة واستطاع دمجها بشكل قوي جدا وما يميز بطلان لديه ذكاء خارق يستطيع تعامل مع اي ماركة بداخلها واستخدام قوتها بطريقة صحيحة شخصية ثانية شخصية ابراهيم قوة الاساسية البطل بخليل الظلام و الظلال بحيث استخدام الظلال في الدفاع و الظلام للهجوم كمانه يدرب نفسه ليتحمل جسده في كل الهجمات اللي ضده وموجود قدر الظلام والقوة الجسدية فهو يستطيع انصارها خصوم بعد تحمل الهجوم علي ورد الصح صحيحين لخصمة اكي امدري حاسب ابراهيم يفوز حنك حنك يا ابراهيم عجبتني حاسب ابراهيم يفوز عجبتني ولكن الذكاء خارق اتمنى ان يشتغل في الهجوز اوه شخصية الاولى ساختار الشخصية الاولى بقدرتها على التحكم في الضلال بشكل قوي ايضا بفضل ذكاءها الخارق واو المخ دائم يفوز النتيجة تسعة سبعة يا جماعة تسعة سبعة مستحقه مستحقه محنق مستحقه لا لا انت فاجتيني صراحة تارا تارا اي تفوق بالذكاء لان الذكاء احنا قاعدنا نتكلم على ذكاء صراحة انت صدت في ذا الكلمة قال اه اه اذي مدحني اعطيه الفكي اه اي تفامه اكتب حت البيت الذي الذيه قدرت التكثير السريع اوه كتب حيث اعطيني شخصية حتى أنا لا أعرف إذا واحد جاوب أول مثلا إنتوا اثنيكم اخترتوا شخصية لوفي أول واحد يختار شخصية لوفي هو اللي بياخد لوفي والثاني يقدر يغير إجابتك يقول مثل شخصية زور أوكي؟ أوكي أوكي دقيقي دقيقي الجاوب كيف يكون بالكلام يعني بسرعة يقول مثل فيه سؤال بمشبني سؤال بالكلام يعني نقرأ السؤال من دوما أنت تقرأنا نحن نقرأ أي بأقراركم عادي مع التلميع و أعطوني على طول الإجابة حقتكم الثاني اللي خذوا مننا الإجابة تعطيني شخصية ثاني أوكي؟ أوكي طبعا نبدأ أول شيء من أنا منارته شخصية من أنا منارته ولا تقول لي اسمها مع تلميح عنها نشوف 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 الشخصية ذات طبيعة مزدوجة تحمل داخلها قوة هائلة وتعيش مع تحديات ثقيلة قد تجدها تدردد بين الخيارات ونتنتقل ما بين الضوء والظلام تضرب طبعا طبعا نحن مواصر أهلا أنا أذهب أنا أذهب أنا أذكر أنا أذهب أذكر مواصر اشتركوا في القناة سلامة إبراهيم يا رجال ماذا لعبتي؟ شاه يا رجال شجاع قوي شجاع قوي يدي قدرات استثنائية في سخدم السيوف يعتبر محاربة قوي محنك في القتال إيش إيش يدي قدرات استثنائية في سخدم السيوف يعتبر محارب إيش قوي ومحنك في القتال بروح بروح مع ميهوك ما يعرف ميهوك هذا بيعطيك زورو بس لشخصيات الأساسية رورون وزور لا يعرف ميهوك لا يعرف ميهوك سمح مني أنا أنا أقول لك ميهوك فأختار ميهوك صراعب نقطة ثانية تذهب إلى إيريتوك هو الأنمي الثالث تطلع من اسم ميهوك في الفيديو الماضي أعطيني شخصية من آنمي الهجوم على العمالقة إن شاء الله إن شاء الله شخصية النجوم على العمالقة إن شخصية شابة تتميز بقوة ستنائية وروح قوية تلعب دورا حاسما في مواجهة العمالقة وتحمل ماضيا غامضا يؤثر على تصميمها على القتال اخفال نسل مالحق الأعجابة نشوف نشوف المقصود هي شخصية ايرين ييغر قلت لك شخصية اساسية هو يعطيك شخصية ايه بس مرات يعطيك شخصية انا قلت شكله بناء الهنق اللي نزاعه قلت رينر خلاص مره ثانية صفور صفور نروح الان الى كليتسينو يايبة شخصية تتمتع بمظهر جذاب وله شخصية هادية ولكنها قوية وذكية في ناس الوقت تتميز بمهارة فريدة او قوة فريدة تجعلها مميزة بين الشخصيات العنمي اوكي جيو برايم من جيو جيو تميوكا جيو حق المي ايه مهارة فريدو مهارة فريدو بين شخصيات العنمي وارح معها شيرا اللهب ايه جماعة ايه جيو ايه جيو ايه جيو ايه جيو ميكو ميكو وذيك اللي تحب ايه جيو اعجابكم شخصية غريبة ايه جيو ايه جيو ميكو ايه جيو ايه جيو ايه جيو طبعا احد صفوف الداخلية في مدرسة جوجسو وهو يتمدع بقدرات فنية مميزة فوشيقره فوشيقره خمسة أربعة ثلاثة إتدري الإجابة هي إتدري ميتسكي ميتسكي حق الكلام حق الكلام حق 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 نتيجة 9 ثمانية يا جماع والله والله شيء باقي بليتش اوه صح باقي بليتش شكرا على التفكير شكرا انا متأمن اليه ايزن سوسكي ايزن 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 ايه 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 اي لا ا scene اي أظن اثنينكم يبي دبل صح؟ الفكرة الخيرة اللي هي ستة نقاط اي اللي هي ستة نقاط بس طبعا مو ما تيجي كدة ستة اذا جبتها صح نفس ما قلت اللي هي خامس جولة جولة المزاد مرض مرة كل واحد بيجي لها سؤال من شات جي بي تي اذا انت عدت عشرة هو عدد انا خلنا نقول عشرين او خمسة عشر هو ياخذ النقاط ستة ağ 투وиров كل واحد arenت cuuu ادخل عنك بحيث قد لا تقدر في 30 ثانية بحث واخرهم اوكي ايوه شكرا لا 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 شلطة شلطة اسمع يعني انا عد لما اقول ولا اقول لك اقدر عد عشان بسعر قد ما تقدر انا بحث لك 30 ثانية قد ما تقدر في 30 ثانية يالله نبدأ واحد اثنين ثلاثة روح نارتو ساسكي كاكاشي هينتا شكامارو الحكاقي الاول مينتو الحكاقي الاول هاشيرا ما ساروتو بي سنسي إيتاشي كاكوزو باين بعدين عندنا مادرا عندنا أوبيتو عندنا إينوي عندنا ساكورا عندنا خمستاش شخصية خمستاش شخصية خمستاش لإبراهيم تبخروا أقسم بلا يا كثرة باستبخروا تعال هذا أخر جولة يا جماعة اللي اللي قاعد تشوف الفيديو يا جماعة هذا هذا آخر آخر جولة آخر جولة يب وأبراهيم ما دب هو جاب خمستاش انت لازم تجيه أكثر دبنا اثنين خلاص استخدام الدب اثنين منكم دبك هذا الجواب هو اللي بحوز المسابقة هو المنتصر يب 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 يا جماعة اللي قاعد تشوف المقطع هذي مش عشان شي بس عشان يعطيك يعطيني سؤال عدد ما هي تذكره في ثلاثين ثانية في الانيمي السؤال لي ريتو عشر شخصيات في تقنيات اوكي لا خلينا نغير سؤال لدينا عدد من أشياء التي يمكن ذكرها في 30 ثانية في الأنمي عشر شخصيات في أنمي شخصيات في أنمي ون بيس حسنا؟ أنمي ون بيس ثلاثة اثنين واحد لوفي زورو ساندي نامي أوصبو شوبر بروك جيمبي روبين كيزارو ميهوك شانكس يوسوب لو أبو أوصبو أوصب كروكودايل دو فلامينغو لاو كيد كايدو أينل 19 شخصية يا إبراهيم مبروك 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 هم بيس حلما هم بيس هم بيس هم بيس بالعقس شخصياته ما تنخلص أصلاً كم سنة ألبح اللقاء كيم ما أعلم النتيجة صارت عشرين عشرين كم؟ تسعة تسعة شفتوا كيف آخر شيء ريمونتادة تصراً أنا كنت تخزروا وميش كانت تسعة ثمانية كانت تسعة ثمانية كانت تسعة ثمانية ديمونتادة ديمونتادة يا 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 صن دعس دادا المرة الثانية أجب في قناتك يهزمني هذا زين يا فوقس حاي عنا ماذا؟ ها؟ يخطط يقل أليس السبيعة لحد I心 كل عدة تختاريش غصية هذه صراحة ضحكة هارد لك إبراهيم حبيبي حبيبي ناكس المتعة هم حاجة و... كل فخرة لأنهزم قدام الشخص بس الاريته دقيقة 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 هي في متعة لكن في عقاب ما قلت لنا في عقاب ممكن تدري عقاب تغريدة أو تمثيلية أوكي تمثيلية بسيطة من عديك صراحة عشان الشيء خفيفي لطيفي إبراهيم أنت ما هو مرور الكرام نفس ما يقلون ما يصلح شيء خصيد خفيف جميل المهزوم لازم عقاب ما قلت لي غشاش والله أنا مكتدري عن الزراءة لكن أو مشكلة أنا ما قلت لكم الأول كان الأول من بالي وراء صدقي كان من بالي من أول بس نسيت أقول لكم عذا إذا ما تبعي عادي مو مشكلة لا لا نحن قد عقاب خفيف خفيف العقاب من المقطع اليابي تمثيلية نجيب لك من أي نباك يا نعم نعم لن أعطي نعم 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 لينه لا تنتهي نينكي نو يوميوا غاراني ايه نينجو ايش اكتب عندك اي خلاص قولها في العربي انا المقدم مكتوب على عندك الله بصمم بالرجال ايه شتونو يومي شتونو يومي واراني صدرو هي حين انا اقولك كده سبثل اون ها او 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 واراني صدرو ها 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 تمشي 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 حبيب 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 لازم لازم تعطينا اي تبتيل اياه بعد يا اريتو والله والله مظهوظ تعطينا اي شيء والله انا طرحت لهم يعني الكرشة موجودة ها؟ واللحية هادها قاعدة نربيها حين اي ما مقاشي زي اخ ما الحق الاخيرة اي خلا انا تمتيلية بعدما اخسر لاني ما اخسر عشان واحد يخلينا امثل اي صح معك امشيربي 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 المرة الجاه يا حقيق هارد لك ابراهيم الف مبوروك لي ايرتو قبل ما اخليكم تروهون رأيكم اول شي بالسلسلة ابراهيم اي شراعك والله ممتعة بغضل نظر عن الهزيمة يعني لا اشوف الاتفاقة الاخيرة هذي سخيفة معلش لان انا ضعيف فيها اوكي لكن الفكرتين حققت السيناريو حققت الشخصي يعجبتني جدا انه يعني تحرك مخك تشغل مخك فمرة مرة ممتعة صراحة يعني هذا اكثر فكرتين عجبتني في مسابقة تكلم عن نفسي يعني ايه المتاز ايرتو انا صراحة انا صراحة رتويت لكاران ابراهيم صراحة جدا مش الا الفقرة الاخيرة مو بالهادي كدر اللي انا سبها لكن الافضل كانت حققت السيناريوهات السيناريوهات هو حققت القوة هذي نوعا ما كانت انا شوفها جديدة وكانت حلوة ممتعة لانه كنت تفكر تكتب شي يفوز على الشخصة الثانية ومش تفوز على تكتبه سيناريوه عندك لا سيناريو يتفوق على السيناريو اللي معاك يعني فهذا اللي كانت جدا ممتع يعني صحيح عادي يمكن اصوي شي ان اخر جولة امنع استعمال خاصية غير الدبل وخليها في الاسئلة اللي قبل بس عشان والله الناس اللي ببداية كان يبون ريمون تادا عشان اللي صار في الفيديو الاول لكن خلاص عم الحالي الدبل لو نقاط تكثرها على الاشياء القوية نفسها انك تكتب سيناريو او تكتب شخصية هذي حسن لكن انك تزايت هذي حسن ما لا داعي صراحة النقاط كلها وبيكون ان شاء الله في نفس ما قلت ان شاء الله في الفيديوهات القادمة خاصية الجمهور نكتبوها في التلقاتهم عموما يعطيكم العافية جميعا على الحضور كان علي الشرف بحضوركم شكرا ابراهيم شكرا شكرا اي ريتو ونلقاكم على خير ان شاء الله في الفيديوهاتنا بس تكفون دعم لفوكس عمر يستحق شخص من القدامة جدا في اليوتيوب وقاعد يقدم محتوى محترم وجميل ورائع صد انه في تويتر شاطح بسماعيكم شخصيته في تويتر خلوا على جنب ركزوا معه في اليوتيوب في اليوتيوب إنسان في تويتر قبل اليوتيوب هاري في تويتر قبل اليوتيوب الفين واثمار عشر متوب الحزاب للأمانة في اليوتيوب يعني ما شاء الله محتوى مره مره رائع وجميل ولا يقدم أي شيء العكس يقدم صحيح صحيح هو من القدامة جدا في اليوتيوب فأهمتكم معي يا جماعة مستمر ماشا الله مستمر 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 يا جماعة مستحقكم للدعم والله لايك و لايك و لايك و اشترك و نشروا لايك و أنشاء و إتعالي بالأمانة على الرئيسر اشتركوا في القناة لا تنسوا لا تنسوا بدون ترجمة شكرا على الإبراهيم شكرا على إيروتو نراكم الحر الخير في فيديوهات قادمة تستمر بالله